موسيقى 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 لكزيس ركس أكثر لكزيس مبيعاً في أمريكا السن الماضي لحالها باعت أكثر من ستة وتتسعين ألف حبة مش فقط عند لكزيس حتى في سوق سيارات اللكجري الاركس متفوق على كثير من المنافسين فوقت على علامات زي مرسيديز و بي ام دي بليو الآن عنا جيل جديد بالكامل الجيل الخامس و مش بس عنا جيل جديد عنا كمان اصدار جديد منها اسمها شوي طويل فتحملوا معي اسمها لكزيس ار اكس خمسمية هايبرد اف سبورت بيرفورمانس اسم طويل لانه كمان السيارة اداءها عالي هاي اقوى اصدار من ار اكس في التاريخ قبل ما نبدأ شرح عن السيارة استلمت الار اكس اللي معاي من اكبر فرع للكزيس في الامارات فرع دي اي بي مركز دبي للاستثمار واللي بميز هذا الفرع ان عندهم ثري اسس في مكان واحد سيلز مبيعات سيربس صيانة وسبير بارتس قطع غيار بس تطلعوا الشجرة تشيري بلوسم اليابانية اللي جايبين لهون بقاطك هك اجواء في اليابان والجميل ايضا بهذا الفرع انه مريح شوف المساحات اللي عندك تجري تطلع على السيارات بتلوف حواليها عندك مساحات شاسعة هون وبنفس الفرع عندك نفس لونج موجودة هناك هذا هو قسم الصيانة بتحس حالك داخل درجة رجال الاعمال تجلس هون تشتغل مثلا على شغلك وبتخلص شغلك قبل ما تخلص سيارتك انت وجالس هون كل شي بتشوفه من مكانك طبعا شوفه نظافة وترتيب المكان في الداخل ما بتحس ورشة سيارات بتحس مستشفى او عيادة ويجيك الشاي الياباني الغير تقليدي لمكانك شكرا طبعا حتشوفوا الشاي اللونه أزرق هذه الضيافة على فكرة جزء من الضيافة اليابانية المعروفة باسم اوموتناشي عن جد الشاي غريب جدا وعلى فكرة مش بس في عندهم سيرفس في هذا المكان عندهم أيضا خدمات القيمة المضافة زي مخفي سيراميك معالجة للصبغ حماية ماية وإذا بدك أصلا ممكن كل هذه الخدمات تتوفر عندك في البيت هم بيأخذوا السيارة بيجبوها بيسووا سيرفس وبرجوعوها لعندك على البيت بس أنصحكم تجي له هون عشان تجربوا هذا الشاي ما أظن سيوصل لك الشاي على البيت نرجع للسيارة التصميم من الأمام ستشوف شبك لكزس المعروف عندهم ولكن مسويين شي مختلف هون عندك شي اسمه بادي سبندل غريل يعني الشبك والبادي داخلين مع بعض ما عندك خط فاصل ما بينهم طلع كيف الشبك يدخل على البادي وبيرجع حتى من الأعلى طلع كيف البادي داخل والبادي نفسه بيتحول لشبك وبعدين بيبدأ الشبك التقليدي عندك وهذا أيضا بينطبق على غلقات التهوئة اللي بالأسفل وعندك هون بصمة الليكزس التقليدية اللي هي حروف الأل داخل الإنارة على الجهتين ولأنه هذا إصدار الأف سبورت ستشوف لمسات حصرية عليها طبعا كل القطع هون غلوس بلاك أسود بيلمع هاي القطع اللي بتشوفه هون كمان هذا الشكل حصري على الأف سبورت كل شيء كروم عليها تحول لغلوس بلاك طلع حولين النوافذ الكرومات كلها لونها غامئ مسكات الأبواب غامئة حتى المرايات بالسابق كون دائما تشوف قطع سيلفر الآن المرايب بالكامل أسود بس اللي أجمل من اللمسات السودة هو اللون عادة اللون الفضي بتحسه ممل وبايخ ولكن هون ما بعرف جودة الصبغ اللمعة اللي عليه بتحس جايبين فضة ومدوبينها اللون اللي عليها فنان وخاصا لما تشوفوا اللون تاعة الداخلية طبعا كمان الرنقات لونها أنا كثير معجب فيها جاي مات بلاك أسود مطفي تصميمها جميل مقاسها 21 أمام وخلف وهذا الشيء كتير بيمشي مع اللمعة بتاعة البودي طول السيارة تقريبا نفس الشيء ولكن اللي زاد قات العجلات كبرت أكثر وهذا الشيء نتج عنه مساحات إضافية بالخلف وهتلاحظ لهيك مساحات الرجلين جيدة عندي فراخ كافي مساحة الرأس جيدة المساحات بالخلف أصبحت الآن مريحة طبعا الكراسي تتحكم فيها الكهرباء إلى الخلف تتنيم الكرسي وإلى الأمام عندك تبريد للكراسي الخلفية وعندك أيضا تكيف وعندك ستائر يدوية موجودة هون بالخلف وأيضا عرضها للسيارة زاد من أجل الراحة هلا ستلاحظ أن الشكل الجانبي بسطوه أكثر من الجيل السابق طبعا تعرفوا أن هذه الحركة مع الكروم هاي بصمة الـ RX فقط كمان بسطوها وصارت كتير نعم وبتلاقي الحواف ممسوحة فيها ونفس الفكرة بالخلف أيضا من هون بسطوها طلع كيف النافذة والبادي كلهم مستوى واحد وما عندك حواف قوية بس صراحة المنظر الخلفي أجمل زاوي فيها للـ RX نزلوا الثقف ليعطوها شكل رياضي أكثر عرضها زاد كرمال المساحات وهذا الشيك عطاها منظر شوي قوي من هون الإنارة اللي هي شبيهة بالـ IS اللي مربوطة من اليمين لليسار حتلاحظ أنهم لغوا شعار لكزيس حرف الـ L وحطولك أحرف لكزيس من فصلة أنا بشوف هاي الطريقة كثير حلوة طبعا لأنه السيارة هاي هاي برد خفولك الإكزوستات وحطولك غلقات تهوئة بهذا المكان جميل أنه لسه عندك الكرومات بالأسود نفس باقي الأماكن هون عندك أحرف الـ L في هاي الغلقات هلا حتلاحظ أحرف الـ L مكررة بعدة أماكن الإنارة من الجنب كمان مكررة فيها أحرف الـ L في الأبواب نفس حروف الـ L اللي شفناها في كل مكان بالسيارة طبعا هاي القطعة الكنتارة وحطلاحظ أن الكنتارة داخل في مكان نفس الداشبورد طلع كل الكنتارة داخل فيها هون وحطلاحظ كمان فيك عمق غريب في داخله هذا العمق فيه الإنارة المخفية وفيك تستغله أيضا تخزن فيه أشياء نفس التليفون هيجلس هون طلع مكان تخزين عملي الكراسي شبيهة بكثير من السيارات اللي جربناها بس الفرق اللي لاحظت هون أنه داخل أيضا فيها الكنتارة تفاصيل الكرسي صراحة رهيبة وشعارات الـ F Sport اللي داخلي فيها ومن الجوانب بتحضنك بشكل مش كثير رياضي مريح مع رياضي نفس الوقت إذا أنت من ملك لكسس وعجبتك هاي المواد بإمكانك تشتري اكسسوارات من عند لكسس D.I.P باستخدام نفس هاي المواد الأصلية المستخدمة بالسيارة طبعا هاي كرافتت باي لكسس شوف مثلا هاي القطع اللي هون هتشوف الجلد اللي فيها نفس الجلد اللي هتشوفه في بعض سيارات لكسس حتى مع هاي الفتحات اللي فيها بس ما أظم فيها تبريد التدفئة نفس الكراسي وأصلا هتشوف كثير أشياء من التصميم في الفرع مستوحى من تصميم سيارات لكسس هتشوف مثلا هاي النقش اللي فوق اللي هي من من السبندل غريل تاع شبك السيارة حتى الطاولة الخشب اللي فيها كمان نفس السبندل غريل تاع السيارة كل الأشياء اللي هتشوفه هون مستوحى من تصميم لكسس في الدخلية هتلاحظ أيضا عندك هاي الشاشة الضخمة اللي موجودة هون بصراحة أنا بفضل هاي الشاشة عن اللي شفناها بالل اكس اللي كانت مستويين الشاشة حجمها كثير حلو ونفس الال اكس تطلع عندك زر التشغيل موجود هون في الأعلى طبعا مدخنين لك تفاصيل هالقطع اللي بتشوفوها على كثير من سيارات JLR والشاشة بشكل عام استخدامها حلو الخرائط اللي فيها من جوجل اللي هيك بتلاقيها كثير استجابتها سريعة وبتشوف أشياء عامة عن السيارة نفس توزيع القوة بالإطارات والدرايف مودز ووضعيات القيادة ما عندك وضعيات قيادة خارجية فقط من الشاشة الجزء السفلي هيكون دائما تكييف ثابت فيها التحكم فيه صراحة عملي وسهل وعندك أيضا كمان تبريد كراسي في الأمام نفس في الخلف الأزرار الفعلية اللي محافظين عليها بالخارج هو زر الصوت كويس انهم محافظوا عليه زر التحذير وعندك هون زر خاص بالكاميرات طبعا هاي علامة اللي بتلف حولين السيارة أنا شخصيا بفضل لو بتروح مباشرة على الكاميرات لانه هذه ما كتير يعني بتفيدني أنت مضطرة تحط مثلا ريفرس عشان تطلع عندك الكاميرات بشكل كامل فتحات التكيف هتلاحظ مقطوعة جزئين جزء علوي جزء سفلي جزء العلوي موجه للأعلى جزء السفلي تقريبا مستقيم هلا التكيف بالكامل موجهة عند السائق ولهيك حسيت هون من مكاني يعني التبريد قوي بزيادة الشمس برا وتطلع حالات 22 ولسه حاس حالي بردان بس أغرب حركة تصميم فيها هو الجير اللي موجود عليها هلا الشكله جير تقليدي حجمه هيبين بالصورة عادية لكن هو كثير صغير بس اللي أغرب هو حركته بتحرك مش فقط أمامه خلف بتحرك يمين يسار لاحظ بتحسه طلع من مكانه بشكل غريب لتركب انت اصلا درايب أو ريفرس مضطر تأخذه يسار بعدين خلف أو يسار بعدين أمام وأيضا حركة المسند الوسطي كمان غير تقليدية بس بتعرفوها بيفتح من الجهتين يمين ويسار بطريقة كثير عملية كمان مسكات الأكواب فيها غير تقليدية فرضا انت حطيت العبوة هيك ولقيتها عم تلعب في مكانها والمكان مش جيد بكل سهولة اضغطها إلى الداخل وصار عندك عمق إضافي في داخلها والآن صارت أثبت في المكان دعوني أعطيكم بعض الأشياء اللي فعلا غير تقليدية فيها للـ RX مسكات الأبواب قصة ستلاحظ أصلا ما عندك مسكة تقليدية عندك مسكة بشكل غريب هذه المسكة كهرباء بس اضغط على الزر وتفش الباب بإيدك هذه أول طريقة تفتح الباب إذا الكهرباء مشتغل عندك بديل فيك تسحب القطعة نفسها إلى الداخل مرتين وبيفتح الباب بهذا الشكل من الخارج أيضا استخدام المسكة غريب نوعا ما المسكة ما بتتحرك عندك من الداخل زر فقط الزر اللي بينضغط وتفتح المسكة كهرباء كمان شو بتسوي إذا الكهرباء خلص بالسيارة عندك حل بديل فيها من الأسفل هتشوفها القطعة اللي هون بإمكانك تفتح منها الباب يدويا طبعا ما هتفتح لحالها عندك غطاء هون بدك تشيله بالمفتاح مع هاي تفتح الباب لأنه هاي F Sport هتلاحظ هالقطعة مدموجة مع البودي بنفس اللون ولكن نهايتها بشكل غريب تتحول لقطعة باللون الأسود ولكن غلقات تهوئة تصميم إنارة السيارة هتشوف شكل تقليدي هون والإنارة بتنزل وعندك كمان إنارة هون بس الغريب أن الإنارة بترجع بتطلع لهون ومسكرينها بقطعة بلاستيك لونها أسود فشو الهدف من هاي القطعة؟ أنا ما بعرف نفس ما قلنا الشبك مدموج مع البودي ولكن تطلع على القطعة العلوية بتحس هاي القطعة أصلا مفصولة عن البودي في خط بيفصلها هذا الشي بيعطيك إمكانية صبغ القطعة العلوية بلون مختلف إذا أنت حابب شبكة لكزس التقليدي فيك تخليها أسود مثلا ويصير الشبك نفس تصميم لكزس اللي تعودنا عليه أتوقع بهاي الطريقة يمكن يطلع أحلى تحت غطى المحرك بالرغم من إنه السيارة هي أربعة سيلندر هتطلع هون عندك خمس خطوط ما بعرف لش خمسة ومش أربعة هتشوفوا إنه محرك توربو المحرك مفصول جزئين عندك محرك البترول موجود هون وعندك الكهرباء كمان مفصول وموجود هون بشكل كثير واضح بس اللي استغربت منه هو هاي القطعة اللي هون ما بعرف عندك نوع من العزل نفس وسائد هون شو بتعزل بالضبط؟ مش متأكد ممكن بتعزل الماء عن الكهرباء يمكن أو ما بعرف إذا حت فيكم بيعرف شو هاي يخبرني على الـ RX عندك جناح بحجم كبير بس التفصيل اللي استغلت منه هو نفس حفرة موجودة هون طلعوا كيف مفصل وعندك هاي الحفة طالعة لحالها بشكل غريب بس انطلق فيها للسيارة إذا ماشي كثير بطيء والهايبرد شغال هتحس ما في كثير تنصيق بين الكهرباء والبترول شوي بيتلخبطوا مع بعض ولكن إذا انطلقت كهرباء بالكامل ستكون انطلاقة كثير نعمة وكثير هدوء طبعاً لما تنشي فيها للسيارة ستلاحظ الأزرار اللي هون ما تكلمنا عنهم كمان هاي الأزرار غير تقليدية بدك وقت لتفهمها وتتعود عليها إذا استيعابك شوي بطيء حتلاقي الموضوع صعب أول ما استلمتها كان الموضوع شوي هيك معقد ولكن بعد تقريباً يوم واحد فقط من قيادتها صار الموضوع كثير سهل وكثير عملي كيف بيشتغل؟ انت بس إلمس على الزر وحيطلع لك على الهدز اوب ديس بلي أمامك انت شو ضاغط على اليمين عندك هون تثبيت السرعة التفاعلي وهي الأمور وعلى اليسار تحكم أشياء العلاقة بالصوت بالهاتف وبالراديو كثير بسيط الموضوع مكان كثير عملي وما هتفقد انتباهك عن الشارع بعض الناس اشتكت منها أنا حبيتها واللي حبيتوا أيضاً فيها هو تثبيت السرعة عندك زر واحد فقط اضغط عليه اشتغل تثبيت السرعة التفاعلي مع المحافظة على المسار لحيقول لك زرار معقدة شو عندك؟ ما عندك بساطة أكثر من هيك بزر واحد نظام التعليق فيها للر اكس شوي أجمد من الال اكس اللي جربتها على المطبات بتحس شوي قوي بتحسه رياضي أكثر بس الحلو أنك فيه تتحكم فيه فيك تزيد الليونة وفيك تخليه أثبت ورياضي زي ما قلنا وضعات القيادة فقط من الشاشة هون تختار الوضعية اللي بدك إياها والآن اختلف معك الجير اختلف الصوت شوي تفاعل السيارة بشكل عام لستيرنج والبريكس ونظام التعليق كله اختلف فيها نفس ما قلنا السيارة هايبرد عندك محرك بترول تقليدي في الأمام 2.4 لتر محرك البترول فقط مربوط على المحور الأمامي يعني البترول دفع أمامي مع هذا الشي عندك أيضا قوة كهربائية عندك كهرباء في الأمام وفي الخلف معنات الدفرنشل الخلفي أو الأكسل الخلفي كهرباء فقط يسموه أصلا لكزس E أكسل ومش بس دفع كلي حتى عندك ريرويل ستير فأنت بإمكانك تلف بقطر دوران ديء لأن الإطارات الخلفية ستلف أيضا معك أتوقع أربع درجات مش أكثر قوة البترول مع الكهرباء في السيارة بيعطوك بالكامل 367 حصان والعزم 550 نيوتن متر فالأرقام هاي الأقوى بتاريخ الـ RX والليكزس رابطين هذا الشي مع باقة الـ F Sport Performance وصراحة العزم اللي فيها حلو استجاب السيارة فيها نشاط العزم فيها دائما جاهز السيارة على الخط كثير مريحة لأنه فيها عزم واللي أيضا جيد أنه ما حطوا لك CVT مع الأربع سيلندر حطوا لك ناقل سرعات تقليدي ست غيارات فهذا الشي جميل عندك البدلز موجودة بهذا المكان طبعا السيارة فيها وزن فحتلاحظ فيها بادي رول لما تنعطف فيها بس والله على حجمها على حجمها ووزنها أداءها حلو الصوت داخل شوي من المحرك وشوي من السماعات اللي فيها أداءها إنت وعب تسوق حتشوف على الشاشة هون القوة من وين جاي إذا مااشي بشكل بطيء حتلاحظ أنه البطارية اللي في الوسط عم ينعاد شحنها لما تدعس حيشتغل المحرك البترول وحيطي قوة للأمام وأيضا البطارية حيطي قوة أمام مع خلفه عددات السيارة بالكامل ديجيتل تتغير مع وضيات القيادة ستلاحظ العددات هلأ بتاعت النورمل ولكنها بتحط على الرياضية الآن صار عندك ربي أم ظاهر بالأعلى وضعية العادية ما فيها ربي أم خلونا فارجيكم تجربة تسارع من صفر لمية سعر ار اكس الجديد بيبدأ من 265 ألف درهم إماراتي هاي سيارة اللي هون على فكرة غير السيارة اللي أجربها أنا هاي 350 هاي سيارة مش هايبرد عليها نفس المحرك 2.4 لتر ولكن ناقل السرعات مختلف ناقل السرعات هون ثمان غيارات والسيارة دفع كله للعجلات وحتشوف انه التصميم التقليدي أكثر والكرومات السيارة بتبين شوي لكجيري أكثر من ما هي رياضية وأكيد على حسب ميزانيتك عندهم اوبشنز مختلفة إذا حاب سيارة بري اون طبعا مشايكينها إذا حاب انت تجرب السيارة ممكن يوصلوا الار اكس الجديد اللي أنا عم جربها لعند بيتك تجربها تعمل تست درايف وبرجعوها هم بنفسهم على الوكالة شو رأيي فيها الار اكس؟ هلأ صح خسرنا محرك 6 أصوانات ولكن السيارة ما زال فيها آداء قوي بس اللي عجبني أكثر من الآداء هو الأنظمة والشاشات اللي في الداخل كتير تطورت وتحسنت عن باقي سيارات لكزيس انتو شو رأيكم فيها عجبتكم ولا لا؟ خبرونا تحت بالكومنت شكرا لحلقة الجاي مع السلامة شكرا لحلقة لحلقة حلقة الجاي مع السلامة Jeremy